وصلنا الآن إلى الدرس الواحد والخمسين من هذا الكورس المميز كلمة اليوم هي around 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 سنأخذ أمثلة على هذه الكلمة في جملتين مختلفتين ومرادفات كلمة around في دقيقتين فقط الهدف هو حفظ 90% من المعلومات من أول مرة 20 كلمة جديدة تقريبا والتكرار أم المهارات لذا كرب معي بصوت مرتفع اجهز الآن كرر خلف العبارات بصوت مرتفع حتى تطغنها باللفظ الصحيح أما الآن أضغط على أعجاب سبسكرايب واشترك في القناة حتى تصلك جميع الدروس القادمة كلمة اليوم around تأتي بمعنى حوله في مكان قريب حوالي كل ما حوله هنا وهناك مجموعة من المعاني أهم هذه المعاني حوله أو حوالي نأخذ المثال الأول نظر الولد من حوله بعيون متسائلة أو بنظرة نظرة تساؤل أو استفهام المثال الثاني المعلم توقف عن الكلام ونظرة من حوله فلنقرأها معا أحسنت كررها الآن خمس مرات بصوت مرتفع حتى تطغنها باللفظ الصحيح أهم مرادفات كلمة كما مر علينا سابقا في الدروس السابقة بجوار على جميع الجوانب الآن حاول أن تكتب جملة باستخدام كلمة Around لا بس أن تستخدم إحدى الأمثلة التي مرت علينا سابقا اكتب هذه الجملة أسفل هذا الفيديو أما الآن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة انتظرونا في الدرس القادم شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء